بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى ما زلنا نغرق في أنوار القرآن الكريم عشان ننجو ننجو عشان نحس بأن احنا في نعم الله سبحانه وتعالى اللي من أجل نعمه سبحانه وتعالى أنه أنزل إلينا القرآن الكريم ليهدينا إلى السراط المستقيم السراط المستقيم في كل مجالات حياتنا احنا شوفنا إزاي القرآن الكريم دهانا إلى السراط المستقيم في مجال زوتنا فبنى زوتنا بناء ليس بعده بناء ثم بنى أسرنا برقي ونور وبركة فخلى الأسرة مش بس تبقى مكان خلى الأسرة لها مكانة مقدسة في قلوب الناس كلها وكمان انتقل إلى العمل فخلى العمل يملح حياتنا أمل ويملح حياتنا كمان عبادة ثم انتقلنا وختمنا مبارح الكلام عن العلاقات عشان تبقى العلاقات قيمة إضافية في حياتنا وتبتعد عن كل طريق مسموم أو طريق عب وتتحول العلاقات إلى جنة من جنان الله سبحانه وتعالى في الأرض وبعد كده هيبدأ القرآن بقى معنا رحلة في مجال تاني مجال هو من أحب المجالات اللي عندنا بس المجال ده اتملى باللغط واتملى بالمشكلات هيجي بقى القرآن بنوره عشان يخلي الظلمة دي نور ويخلي كمان الوجع ده والكسر ده كمان جبر ويخليه كمان تقدم ورقي تعالوا نشوف القرآن الكريم هياخدنا في رحلة ويبني فينا ايه في المجال الجديد اللي احنا فيه المجال الجديد اللي هيبنيه فينا هو مجال المستقبل المستقبل ده عند كتير من الناس بيشوفوه انه هو مليان بالضغوط واحنا في الفترة دي مع الضغوط المختلفة اللي بنمر بيها في الوقت ده زادت قافة في عصرنا بشكل ملحوظ وهي زيادة تخوف المستقبل نقف شوية ليه زيادة تخوف المستقبل ناس كتير عندهم المستقبل بيساوي المجهول وناس كتير بيساوي المستقبل بيساوي الفشل وناس كتير بيساوي المستقبل عندها ان الضغوط هتزداد عتزداد عتزداد وكل دي اشكال من تساؤرات عن المستقبل نشأت في غياب من نور القرآن الكريم وعشان كده اللي بنمر بيه من اشكال متعددة زي الخوف من ضيق الرزق والخوف من الفوت والخوف كمان من الفشل والخوف من الفقد والخوف من الوحدة والخوف من مستقبل للعلاقة الزوجية زي مثلا ان العلاقة ممكن يحصل فيها خيانة ان يحصل فيها تغير مع المرض كل ده حتى الخوف من المرض كل دي بتخلي المستقبل عندنا غابة وساعات بيخليها عالم الظلام حتى ان بعض العلماء علماء النفس بدأوا يرصدوا ويتكلموا عن حاجة اسمها الكورونوفوبيا الكورونوفوبيا ده بتكلموا عن حاجة تتعلق بالخوف من مرور الوقت وهو نوع من انواع الاضطرابات القلق اللي بتعقد انسان انه يعيش ويستمتع بحياته حاجة كده عاملة زي بالزبط زي الحاجة اللي بتسرق العمر وبتسممه وتخلي عمره بيلا معنى وبتأثر على الحياة العملية للانسان وتأثر على علاقتها بين شغالات وبالخوف من الاشياء اللي بيكره يبقى السؤال اللي لازم نسأله ليه بنخاف من المستقبل بعضنا هيقول عشان انا معرفش بكرة يحصل في ايه هتكون اوضاعي ازاي هكون في تقدم هكون في تأخر هكون في امن هكون في خوف هكون قادر اقف في ازمات الحياة ولا مش هقدر بخاف عشان بكرة مجهول واصبحت النقاشات بقى بين الناس وغراء السوشيال ميديا بتكرس فينا ان الخوف هيفضل ماشي ورانا وبيتسع وبقدر ما انت بتخاف من بكرة وهمومك بقدر ما انت انسان واقعي لا انت كده مش انسان واقع على فكرة دي مش وقعية يا عباد الله ده وقوع في اوحال النفس الامرة بالسوق عنيجي بقى نمشي النهاردة ونشوف القرآن ازاي بينور لنا مستقبالنا ولعل حاجة غريبة قوي ان الاية دي تيجي في سورة اسمها سورة العنكبوت وكأن وهي الاية 62 وكأن الاية بتقول لنا حاجة مهمة جدا جدا لما نسمع كلام ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وكأنه بيطمننا على مستقبالنا ويقول لنا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ايه ده ده الاية على طول راحت خبطة في وهم ايه ان المستقبل ده والظلمة والله بكل شيء عليم وراحت خبطة كمان في مسألة ان ايه في مسألة ان الدنيا ديقة طيب وكده المستقبل يبقى شكله ايه لها ده المستقبل شكله ايه في بسط بسط يعني ايه يعني وسع وسع يعني ايه مع التمهيد كلمة البسط معناه ان هي بتديلك معنين معنى ان ده حاجة وسعة وممهدة الله يبسط الرزق يبقى الله سبحانه وتعالى مهد لك المستقبل وايه ووسعة وكأن ربنا بيقولك عبد قال له سيده انه بكل شيء عليم وانه يكفي وانه يبسط ره الرزق ويقدر بما يصلح حاله واخبره انه مهد له كل شيء ألم نجعل الارض مهادة وطمأنه ان رزقه محفوظ حتى ولو ذهب الى مكان بعيد يختفي فيه جاءه رزقه ليصل اليه رغما عنه حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجله وقال له سيده عشان يطمئن وفي السماء رزقكم وما توعدون فليه بيخاف بيخاف ايه بيخاف الاقدار اللي اعدها له الله اللطيف بعباده بيخافن الاقدار دي طب تعالوا بقى نتعرف على الاقدار بدل انتو بدل احنا فاهمين يا سادة ان القدر ده كتاب المفاجآت غير السر لا تعالوا نعرف القدر بالبعنى الصحيح ليه اذا كان القدر ده بيتعامل مع المستقبل تعالوا نتعرف على القدر وتعريفه الصحيح القدر ده يا سادة هو كتابه ألطاف الله كتب بمداد من ود الله ايه ده يعني القدر ده كتاب الألطاف اه الله لطيف بعباده كتب بمداد من ود الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى طمأن العباد وفي السماء رزقكم وما توعدون فانت يا سيدي عبد مدبر لك الله سبحانه وتعالى اجل نعم لله سبحانه وتعالى واجل نعم الله علينا اجل نعم الله علينا مطلقا هي نعمة التدبير ان الله سبحانه وتعالى يدبر لك عارف يعني ايه ربنا يدبر لك يعني يا سادة الله يحب لك ويجعل هناك لك حبا خفيا فحياتنا ليست بنا حياتنا دي مش بتكون بنا احنا بحركتنا ولا بتصرفاتنا واحد يقولي طيب بالأحداث ولا حياتك كمان بأحداث حياتك تدبير الله هو الحياة والذي يجعلك تشعر بالأمان هو أن الله سبحانه وتعالى يدبر لك واحد ربنا بيدبره في المستقبله خايف من ايه مرعوب من ايه ده أنت مستقبلك آخر وسع وآخر تمهيد لأن مستقبلك ايه مبسوط بعلم العليم أنت لما بتفكر بعيد عن الله سبحانه وتعالى بتشوف الدنيا شيء عظيم فيه مخاطر شيء مهول والمخاطر جايك من كل حتة والأيام والليالي تأتي بالأحداث الصعبة الجسام وانت مش قادر تواجهها مين اللي قالك كده مين اللي قالك أن أنت بتواجه كل ده أصلا أنت لا تواجه شيء أن أنت عبد وسيدك سبحانه وتعالى هو الذي يحمل عنك كل شيء سمعت ربنا وبيقولك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح أنت إنسان محمول محمول عنك وإيه اللي حاصل أنت بتعيش الحياة عشان تعيش مع الله مش أنك أنت أنت اللي بتدبر حياتك حياتك مدبرة لك وعشان كده أسوأ حاجة بتعملها النفس الأمرة بالسوق لما تخوف الإنسان أنها تبعده عن مخزونه من النور مخزونه من النور من القيم اللي جواه وتخليه صارع الحياة عشان يقدر يجيب لهم تعيش وعشان يقدر يعيش وكأنه بيأخذ الحياة غصبا عن الناس وعن المستقبل وعن الأحداث وتخليه يعيش صراع فمستقبله يبقى حلبة مصرعة وساعات تبقى غابة وساعات تبقى دنيا مليانة ظلام مليانة بالشكوك اللي هي بتخليه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ويعيش بسوق الظن ده عشان يحمي نفسه من مخاوف موهومة ووسواس مش موجود ويتوسوس حتى في عبادته ويتوسوس في الصحة ويتوسوس في كل اللي حواليه فيستهلك ويعيش في حياة مهلكة لكن اليقين من حسن تدبير الله واليقين من أن المستقبل متسع وواسع وممهد لك هو مفتاح أمان القلوب فأماني مش أن حياتي تكون تحت سيطرتي أماني إن حياتي تكون تحت تدبير الله تحت تدبير من يستحالي ووأعلم بي مني فما ظنكم برب العالمين يبقى حسن الظن برب العالمين هو دات اللي بيخليني أعيش وأقول بشكل واضح وأقول إن الثقة بالله تنير بصيرة المحب فيشهد جمال التدبير السابق لإيجادي ويذوق حلاوة الرعاية المستمرة في إمدادي آه والله وعشان تعيش في أمان الله بحق يبقى تعيش بحقيقة أن الله قد مهد لك مستقبلك طب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة هنعمل شوية حيات كده فيها تغييرات في طريقة تفكيرنا وفي طريقة حياتنا فكر دايما أنك في حضرة الله سبحانه وتعالى كل يوم الصبح وفي المساء خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خلوة تكلم ربنا فيها عن اللي فيك واللي أنت حسس بيه ولو عشر دائق وممكن تقول لما ولك سبحانه وتعالى يا سيدي عبدك وفقيرك يخشى من الأوهام وأنت الرب العلام وأنت الذي تجري الأحداث والأيام ولطفك يا ربنا ما ابتعد عني في لحظة ولا في يوم من الأيام فاجعلني يا رب في أمانك واجعل حياتي توما في سلام قول لي ربنا كده عشان حياتك تحس أن مستقبلك مأمون مضمون مستقبلك واسع وممهد الأمر الثاني اللي ممكن تكمان يطيب بيه خطرك وتحس بقى مستعب بمستقبل أن أنت تكتر من خدمة الناس فإن محاسن الأخلاق تنشر الأمان في القلوب مش بس محاسن الأخلاق عارف أنت لما لوحد العاقل اللي هو زي ما قال حضرت النبي الكيس ومن دانا نفسه وعمل الإمام بعد الموت الإنسان الكيس لما يخدم الناس يقوله الرزق ده جمي منين إيه الساعة دي؟ فيتأقن بأن الذي يوسع عليه وجعله يخدم الناس ويوسع على الناس أكيد هيخلي مستقبله أوسع بكتير لأن هالجزاء والإحسان إلا الإحسان تالت حاجة آه بقى دي مهمة أن أنت تحسن لأهل بيتك بكلمة تفقد تقوله عامل يا حبيبي وتعمل الكلام ده ببسمة وفيها محبة وفيها حنان وفيها تأدير أو بحضن لابن من الابن أو بنت تحتاج إلى هذا الاحتضان عشان تطمن كل ما تحسن لأهلك بيتك يخليك تحس أن أنت في أمان الله كل ما تعطي أمان لأولادك كل ما أنت تحس بالأمان يا سادة المستقبل جميل ورائع لأن الله يستقبلنا يا سادة هنرجع نتكلم كمان على المستقبل الواسع الممهد ونكمان نستقبل أسئلتكم ولكن وإنتوا في أمان ترجعونا بسلام ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنترقى عليه أسئلتكم المباركة وتفضل جسر منير بيننا ومجالس العلم تفضل كمان تغبورنا بأنورها وإحنا كمان قلوبنا مشتاقة أن نذكر في الملأ الأعلى ويا رب جعل أسماءنا مذكورة كل المشاهدين وإحنا أسماءنا تذكر عندك يا رب العالمين في العالم الواسع المنير بفضلك يا رب العالمين النهاردة بدأنا مع المستقبل بدأنا النهاردة في الجزء الواحد وعشرين وإحنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 وإحنا متكلم عن المستقبل المستقبل بجماله إيه ده المستقبل بجماله ومستقبل مش مخيف إيه اللي يخوفه في المستقبل وفكرة الناس اللي بتهرب تروح عايزة ترجع مئة سنة وراء أو ترجع تتقدم مئة سنة قدام لأنها مش عايزة تعيش حياتها لا لا خالص الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم يعني ربنا حطك هنا بقدر بلطفه وجماله بعلمه بمحبته بوده وقلنا للقدر ده كتابه ألطاف الله كتب بمداد من ود الله فانت نازل في لطف ومليان حياتك بجمال فوع تطلب غير اللي سيدك أزن بيه ليك وإلا هتعيش في غير راح ولذلك إلا حاصل المستقبل مستقبلك معلوم ممهد معلوم من مين من العليم سبحانه وتعالى وممهد من مين من الله فلذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت لازم تغير بقى طريق تفكيرك تعالنا نشوفها نعمل إيه فكر نفسك فكر نفسك دايما أن أنت في حضرة ربنا سبحانه وتعالى وياليد كل يوم الصبح وبالليل إيه اللي حاصل في الصباح وفي المساء تدخل في خلفة مع الله سبحانه وتعالى وتذكر نفسك أن أنت في حضرة مولاك وياليد تقول لمولاك يا سيدي عبدك وفقيرك يخشى من الأوهام وأنت الرب العلا وأنت الذي تجري الأحداث والأيام ولطفك يا ربنا ما ابتعد عني في لحظة ولا في يوم من الأيام فاجعلني يا ربنا في أمانك واجعل حياتي دوما في سلام يا سلام ما تنزع القلبك برده وسلام دي من المجربات اللي بتخلي القلوب تطيب وينفتح قدامها لمستقبل وتعرف أن الله العلام عالم كل شيء عن مستقبلي فأنا مرتاح لعلم لي الحاجة التانية يا سلام لو تخدم الناس اللي حواليك عشان تحس أن أنت عندك فائض من الخير وأن المستقبل ممهد وما تقلقش ويا سلام لو توصل بقى للإحسان لأهل بيتك فتحسن ليهم بكلمة حلوة وبتفقد فتحس أن أنت خلتهم في أمان وفتحس أن مستقبلك لما احتوتهم أنت كمان الله سبحانه وتعالى عيوسع عليك ومستقبلك ده مدبر وممهد لك وما تخافش وما تقلعش